اشتركوا في القناة جدا جدا بحاجة بنسميها الاحماض الدهنية او الفاتي اسدز وغني جدا كمان بفيتامين اي ولكن انا يهمني بالذات الاحماض الدهنية نتيجة ان الزيت ده غني جدا بالاحماض الدهنية فبتكون عنده قدرة عالية جدا على الترطيب وكمان الترميم سواء للبشرة او للجلد وبشرة الوجهة او حتى الجسم وكمان للشعر بيبقى عنده قدرة عالية جدا على ترطيب سطح البشرة وسطح الجلد بشكل عام وكذلك برضو الشعراية ذات نفسها ولذلك هو فعلا رائع في موضوع الترطيب والترميم وانا بحبه جدا بالذات كمان للشعر بالذات للشعر لانه فعلا من الحاجات الممتازة اللي بتقدر ان هي ترطب الشعر وتعالج المشاكل اللي بتحصل فيه نتيجة الجفاف والهياشان والخشونة والتقصف والتلف كل المشاكل المزعجة دي اللي كتير مننا بيعانوا منها يقدر زيت الارجان المغربي انه يعالجها بس بشرط يكون فعلا زيت نقي مية في المية لان للأسف الزيت ده بيتغش كتير جدا هو في منه اصلا حاجة بتتعمل للطعام كأنه زيت طعام يعني ده ماينفعش اللي احنا نستخدمه على البشرة وماينفعش اللي احنا نستخدمه على الشعر مش هيدينا الفوايد اللي نتحصل عليها من الزيت الطبيعي والنقي المية في المية وكمان مهم جدا زيت الارجان المغربي عشان فعلا استفيد منه ويكون بيحتفظ بكل فوايده ومكوناته اللي هتفيد بشرتي او شعري انه يكون معصور على البارد لما زيت الارجان المغربي اكون نستخلصه من النبتة بتاعته بالعصر على البارد ده هيخليه يحتفظ بالفوايد بتاعته وبالتركيبة الكاملة بتاعته وبالتالي محتاج اللي انا يبقى عندي زيت ارجان مغربي نقي 100% ومعصور على البارد ده افضل انواع الزيوت اللي هي الارجان المغربي اللي فعلا هستفيد منه وهنا بييجي دور شركة زي اوردناري شركة زي اوردناري الشركة الكندية المشهورة والمعروفة جدا واللي احنا اتكلمنا كتير جدا عن منتجات مختلفة ليها برضو عندها زيت الارجان المغربي وعندها زيت ارجان مغربي فعلا طبيعي 100% ومعصور على البارد ومعصور على البارد ونحط تحت كلمة معصور على البارد دي مليون خط لانها بتفرق جدا في الكواليتي او في الجودة بتاعت زيت الارجان ولو جينا نشوف التركيبة بتاعت الزي ده على موقع زي اوردناري هنلاقي حاجة غريبة جدا هنلاقي انه مش مكتوب في التركيبة غير زيت الارجان وبس يعني يا جماعة المنتج ده ما فيهوش اي حاجة تانية ما فيهوش اي اضافات تانية مش ضيفين حتى عطور ولا ضيفين كحل ولا ضيفين مواط حفظة ولا ضيفين اي شيء زيت ارجان مغربي نقي 100% ومعصور على البارد وفقط بدون اي اضافات اخرى ولكن طبعا زي ما احنا عارفين منتجات كتيرة برضو من شركة زي اوردناري بيكون فيها موضوع التأليد والغش فلو انتوا عاوزين تحصلوا على المنتج ده زيت الارجان المغربي النقي 100% من شركة زي اوردناري هسيب لكم الروابط في صندوق الوصف اللي تقدروا تشتروا من خلالها المنتج ده سواء في السعودية او في مصر المنتجات اللي هي الاصلية الموثوق منها يبقى زي ما قلنا زيت الارجان المغربي مفيد جدا للشعر والبشرة ويمكن زي ما قلت لحضراتكم انا بحب استخدمه بالزات للشعر مفيد جدا جدا للشعر في موضوع التقصف والتلف والهيشان والجفاف والخشونة والكلام ده كله طريقة استخدامه سهلة وبسيطة زي اي زيت زي اي زيت هناخد كمية كويسة منه وندهنه على الشعر بس ندهنه على الشعر وهو يعني فيه شوية نداوة يعني هنخسل شعرنا الاول مثلا بعد الاستحمام وكده هنخسل شعرنا وبعدين ننشفه ننشف الشعر بس ما ننشفهش قوي يعني نسيب في الشعر كده شوية رطوبة وشوية نداوة وبعد كده ناخد كمية كويسة من الزيت ونبدأ اللحنة ندلك الزيت وندهنه على شعرنا وطبعا نركز أكتر على الأطراف بالذات الأطراف اللي بيكون فيها الخشونة والجفاف والتلف والتقصف والكلام ده كله ونستخدمه وليكن مرة في اليوم مرة كل يوم هيبقى حلو جدا وهيبقى كفاية جدا ممكن كمان نحن ندهنه على فروة الراس لو فروة الراس فيها جفاف لو فروة الراس فيها جفاف وبنعني من جفاف الجلد في فروة الراس ممكن نستخدمه على فروة الراس لكن لو فروة الراس دهنية أو فيها إشرة دهنية لا نحاول نتجنب استخدامه على فروة الراس ونستخدمه على الشعر وعلى أطراف الشعر بشكل أساسي ممكن برضو نستخدمه كحمام زيت بنسخنه مثلا شوية في حمام مايا دافية مثلا وبعد كده نحطه على شعرنا ونحط طبعا اللي هو البوني البلاستيك ده وبعد كده ممكن نحطه فوتا سخنة فوق البوني كاستخدام كحمام الزيت طريقة حمام الزيت اللي هي المعروفة لو حابين اللي احنا نستخدمه كحمام زيت ده بالنسبة لاستخداماته للشعر هيفيد جدا في الشعر وهيرطى بالشعر وهيرمم الشعر بشكل ممتاز جدا وهتحبوه جدا في الشعر وممكن برضو طبعا زي ما قلنا نستخدمه للبشرة لو البشرة جافة للبشرة الجافة فقط لو بشرة فيها جفاف وممكن تبقى بشرة فليكي كمان أو بشرة فيها قشور فيها جفاف وخشونة وقشور من كتر الجفاف لو بشرة جافة أو جافة جدا ممكن نستخدم برضو زيت الأرجان المغربي ده عليها مرة واحدة كل يوم هتبقى كافية جدا إذا الحالة تستدعي ممكن اللي احنا نكرره أكتر من كده وممكن برضو كمان نستخدمه على الجسم برضو عشان الجفاف وعشان الخشونة لو عندي مثلا جفاف في مناطق زي الركب والأكواع ومفاصل اليدين ومش عارف إيه ممكن اللي أنا أستخدم الزيت عليها وممكن أستخدمه على الجسم كمان كحماية وكوقاية من ظهور لستريتش ماركس أو علامات تمدد الجلد بس مش علاج أنا ما بقولش ولا بتدعي أبدا أنه هو هيعالج لستريتش ماركس هو هيحمي منها هيحمي من ظهورها فلو أنت حامل مثلا تقدر تستخدم الزيت ده عادي جدا زي ما تفقنا الزيت طبيعي 100% معليهوش أي إضافات فتقدر تستخدميه أثناء الحمل بكل أمان من أول يوم تعرفي فيه أنك حامل تبدأي تدهني على المناطق اللي محتمل يظهر فيها لستريتش ماركس أو علامات التمدد منطقة البطن منطقة مثلا أجناب منطقة الأرداف منطقة الصدر المناطق اللي هي بتتمدد وقت الحمل وممكن يظهر فيها علامات تمدد الجلد برضو دهان مرة واحدة في اليوم على المناطق دي من بداية الحمل هتحميك تماما وهتمنع تماما أن تظهر علامات لستريتش ماركس أو علامات تمدد الجلد دي كانت الفوائد العظيمة والمفيدة جدا لزيت الأرجان المغربي واللي بأكد مرة تانية أنه عشان فعلا نستفيد منه لازم نتأكد أنه زيت أرجان مغربي طبيعي 100% ومعصور على البارد هو ده زيت الأرجان المغربي اللي فعلا هيفدنا مش أي حاجة كده مكتوب عليها زيت أرجان مغربي نفتكر أن هي فعلا هتبقى مفيدة وكويسة وطبعا من أفضل زيوت الأرجان المغربي اللي فعلا طبيعية 100% ومعصور على البارد زي ما قلنا المنتج اللي تكلمني عنه النهاردة من شركة زي أوردناري وبرجع بأكد على حضراتكم مرة تانية إذا حابين تحصلوا على الزيت الأصلي الأصلي ده هتلاقوا الروابط فيه صندوق الوصف تحت الفيديو في السعودية وفي مصر وبس ده كان فيديو النهاردة بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة لو كان عجبكم الفيديو ومن فضلكم ما تنسوش اللايك وتعملوا شير للفيديو ده مع كل أصدقائكم واللي منكم لسه ما اشتركش في القناة تشترك دلوقتي حالا وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تتابعوا كل الفيديوهات الجاية بإذن الله والفيديوهات اللي فاتت هتلاقوها زهرة قدامكم دلوقتي على الشاشة ونشوفكم دايما على خير إن شاء الله في أمان الله